موسيقى وفي الأخير هذه مؤسسات موجودة وتم الاتفاق على أحداثها منذ منذ عدة سنوات لكن نحن عملنا نحن بدلنا لمودالي كونوميك نحن خلقنا سوق لهذه المؤسسات من خلال تمكينها من الحصول على صفقات في إطارة الاتفاق المباشر دو جريا جريا مع البلديات كل سواء البلديات الموجودة في تطوين ولا حتى البلديات المحيطة به والحق القيناة استعداد كبير ياسر من الناس اللي تشتغل في المؤسسات هذه لأنهم أول ناس هما يطالبوا بالتشغيل وأنهم يحسوا إذا كان أنت تحطه تعطيه شهرية وقوة قاعد هذه تحقير من شأنه وهما أكبر من كونه نحقره من شأنهم هذه عليش كما قلت لك نحن نرى المودالي كونوميكي المودال دو ديفلوبمون هذه قايم على خلق فرص العمل وخلق ديناميكية تنموية تخلق العمل مش خلق مؤسس تعتشاري دير أحنا مناش حتى حد ما وقادر بش كونه يعطي الإنسان شهرية هو قاعد في القاعد في دونك لدي احنا على مستوى تطوين ولا حتى على مستوى الولايات الكل لحنا اللي مشين لهم إن شاء الله ولاية الجمهورية كل بش نتعطاه معهم بالطريقة هذية لكونوا يلزمنا نبحثوا على الصيغة التنموية القادرة على خلق الثروة مش القادرة على خلق مهام وهمية وإلا شغل وهمي يعني طريقة المقاربة بكلها مختلفة وكذلك احنا أبعد ما يكون على فكرة الجهويات لكن احنا زادة كذلك معناها نحب ونكونوا في الاستماع إلى تطلعات الناس في الجهة فما صحيح فكرة اللي يقول لك بوتاتر اللي خاطر ناس احتجت احنا مشيني لهم احنا بالعكس احنا مشين للجهات الكل بوتاتر احنا ما قلناها شاصية على فانس لكن هؤلنا الفرصة هذية بش نقولها اللي احنا رانا مشين للجهات الكل واحنا بش ناخذ التطلعات التنموية والمشاريع النابعة من من عمق الجهات هذية نحطها مع البيض الكل لانه زادة فما فكرة التكامل بين الجهات في عوض احنا نحكيه على الجهوية ولا كل جهة تحتج دونك تاخذ بالعكس احنا كل جهة هي تتكامل ومكمل الجهة الاخرى واحنا هذية فكرة اللي يكونوا في الجهوات ينزمنا نقطعه مع الفكرة هذية احنا طوع عنا في تونس عنا ستين سنين من الاستقلال بعدنا على فكرة الجهوية والحمد لله واحنا ما عادش عنا فكرة الجهوية التونسي يتولد في كبلي ويقرأ في جندوبة وبعد يتزوج من مرأم القروان وينقل يخدم في سوسا يعني ذا يجبنا نقطعه من الفكرة هذية لانه مهيش من طبيعة التونسي بتاتر مالو غزمون يوم بلو ديغ معناها بكل واحد فما ناس يمكن تنفخ في الفكرة هذية لكنه التونسي اذكى من كونه يتيح في فكرة الجهويات التونسي فاهم اللي وقت اللي تتنمى ولاية معاينة الولاية اللي مع جنبها رئيز الدهجية كذلك يمسها نصيب من من التنمية وقت اللي احنا نحلو اشكال في ولاية معاينة ولا نخلقه معناها مستثمر خاص يخلق هذيكا موطن شغل باش يستحق لليد العاملة من الولاية هذيك وباش يجيب سلعة من الولاية الاخرى وباش يتنقلوا الناس يسكنوا في الولاية هذيك يعني هذيك اللي معناها النجم يخلق ديناميكيه على مستوى تونس لكل تونس صغيرة ما هي شيء كبير اربط تونس معناها النجم واحنا التونسي يتنقل ما بين الولايات التونس يعيش في جميع الولايات التونسي وقت اللي الخير يعم على ولاية يعم على تونس الكل دونك هذك عليش احنا الحاجة اللي تفرق اللي كما قلت لك احنا نحب نكونوا في الاستماع مع المكونات ومع القوة الحية على المستوى الجهوي لأنه هم اكثر ناس يعرفوا الاشكاليات التنموية في جهاتهم وأكثر ناس زدارة كنا سمعوا لهم انا يجبنا هذا هو اللي دي احنا منها رانا نحترموا الناس هذوم يجبنا نكونوا أليكوت مع الناس هذوما لأنه هما قادرين على تقديم أفكار وقادرين على تقديم تصورات وأطرحات فتاتر احنا كنقعدوا في المركز مساكرين على رواحنا في برواتنا ما نتفطنوا لهم هذاك عليش احنا بش نمشي قولهم ومش نتحاوروا معهم دورنا في المركز ونحطوه لنا على ذمتهم الآليات الحكومية ولا الآليات الترتيبية ولا الآليات القانونية اللي من شأنها تحدث التغيير في الواقع المعيش